مشاهدين الكرام أهلا بكم تولي الدولة اهتماما خاصا بملف تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع قدراتها التنافسية بشكل يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصدرات ففي إطار خطة تطوير وإعادة هيكلات الشركة القابلة للقطن والغزل والنسيج تم دمج 22 شركة غزل ونسيج في 8 شركات كما تم دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان في شركة واحدة فضلا عن تخصيص أربعة مراكز للتصدير في كل من المحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتة وضميات وتصل التكلفة الاستثمارية لخطة التطوير إلى 21 مليار جنيه في حين من المتوقع تحقيق أرباح للقابلة للغزل بقيمة 2.5 مليار جنيه بعد إتمام الخطة وعلى صعيد تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج تصل قيمة الماكينات الجديدة إلى 540 مليون يورو فيما يجرى تنفيذ أعمال إنشائية ما بين إنشاءات جديدة وترميم لنحو 65 مبنى بتكلفة تبلغ 7 مليار جنيه وبالنسبة لخطة تطوير محالج القطن فإنه سيتم إحلال 7 محالج مطورة تعمل بتكنولوجيا حديثة محل 15 محلجا تعمل حاليا حيث تم تشغيل محلج الفيوم كأول المحالج المطورة في يوليو من عام 2019 هذا وتقوم الدولة بإنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة الكبرى وذلك بطاقة انتاجية مستهدفة تصل إلى 30 طن غزل يوميا وبتكلفة إنشائية تبلغ 780 مليون جنيه يأتي هذا في مقامة الدولة بتتشين المنظومة الجديدة لتداول القطن والانضمام لمبادرة قطن أفضل بينما يتم الإعداد لدخول القطن كأول السلع المتداولة عبر البرصة السلعية في عام 2022 بدورها أكدت وكالة فيتش أن مصر في وضع أفضل لتنمية إنتاج الملابس حيث تتمتع بأكبر قوة عاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشاهدين الكرام كان هذا عرضا لأبرز جهود الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى دقاء اشتركوا في القناة